في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بأن توجيهات جلالة الملك المفدى هي خارطة الطريق لعمل السلطة التشريعية كما أكد معاليه استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي طموحات الوطن والمواطن بمناسبة قرب حلول افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس أتقدم بخالص التهاني والتبركات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبهذه المناسبة نحن نتطلع في مجلس الشورى إلى الكلمة السامية التي سيتفضل بها صاحب الجلالة في دور الانعقاد والتي نعتبرها خطة عمل نستنير بها للمرحلة القادمة وكما عودنا جلالته أن تكون كلماته ورؤاه برنامج عمل لمجلس الشورى وللسلطة التشريعية ونؤكد بهذه المناسبة على عزم المجلس رئيسا وأعضاء على بدل كافة الجهود للقيام بصلاحياتهم الدستورية في سدن التشريعات وإقرار القوانين والمراسيم التي تخدم التنمية المستدامة والأهداف التي تسعى لها مملكتنا الغالية ولابد في هذا المجال أن أذكر ضرورة التنسيق والتعاون ما بين السلطتين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكما عودنا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحث على ضرورة التنسيق بين السلطتين ما هو إلا دافع وحافظنا على المزيد من هذا التعاون وهذا التنسيق لأننا نحمل الأهداف المشتركة في سبيل ازدهار وتقدم مملكتنا الغالية